موسيقى هذا البرنامج يأتيكم برعاية اي تي اف اكس لديك فكرة مشروع مبتكرة يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في حياتي لكنك لا تعرف من اين تبدأ او ربما بدأت هذه الرحلة بالفعل ولكن سرعان ما وجهت جدارا من التحديات عندما يبدأ رواد الاعمال رحلتهم بمشروع جديد يكون لديهم الكثير من الطموح والتفاني ولكن سرعان ما تظهر التحديات المعقدة في سوق يتسم بالتنافسية الشديدة يجد رائد الاعمال نفسه مضطرا للعب ادوار متعددة من تسويق الهوية التجارية للشركة إلى توظيف الأشخاص المناسبين وجذب العملاء المستهدفين ورغم أن الهدف النهائي طبعا هو تحقيق النمو المالي وتوسيع عمال هذه الشركة إلا أن الطريق ليس بالسهل على الاطلاق وفي حلقة اليوم من شفرة المال سأناقش الأسئلة التي تشغل بال كل رائد أعمال فيما يتعلق بالنسبة لبداية تأسيس الشركة ما الذي يحتاجه اليوم رائد الأعمال إلى التنويل والعقبات التي قد تكون أيضا تقف عائق أمام أي مشروع ومعي في الستيديو اليوم عارف العالم والمدير التنفيذي في شركة دوباي كالتيفيت انفاسمنت الليمتد شكرا أن تواجدك معنا اليوم سيد عارف أهلا وسهلا يعني موضوع يهم الكثير من الأشخاص الستارتابس وخصوصا خلال السنوات الماضية بدأنا أن نشهد الكثير من الستارتابس بدأنا أن نشهد حتى يونيكورنز ربما في الشرق الأوسط والبعض يريد أيضا أن يأخذ هذا الاتجاه قبل البداية اليوم في الحديث دعنا نلقي نظرة على استطلاع أجرينا في سي أم بي سي عربية حيث سألنا اليوم المشاهدين فيما يتعلق بالنسبة لأكبر التحديات التي تواجه اليوم الشركات الناشئة في المنطقة العربية وهذه كانت الإجابات التمويل بشكل عائق حوالي 26% البنى التحتية 6.7% وهذا يعني البنى التحتية اليوم موجودة وخصصا التقنية منها القوانين والتشريعات تعتبر من أكبر التحديات المورد البشرية 18% أكبر تحدي برأيك ما هو السلام عليكم ورحمة الله وحتى إذا على نطاق دخلنا مصر والأردن كل دولة تختلف من ناحية التطور التي فيها متى بدأت فيها الشركات التي هي أو الكونسيبت الفينشور كابتال نتكلم عنها طبعا قبل أن ندخل في هذا الموضوع نتكلم على بداية طبعا أي اليوم رائد أعمال راح يواجه مشاكل كثيرة بس المشكلة الأساسية أو النقطة الرئيسية اللي لازم مركز عليها هي فكرة المشروع فكرة المشروع فكرة المشروع نبدأ نحن من فكرة المشروع هذا عادة ما يسألون الكثيرون اليوم طب من أين نبدأ صحيح هي فكرة المشروع حتى لما يستعرضون بعض الرواد الأعمال على مشاريعهم فنحن النقاط الرئيسية اللي ننظر لها مش فقط الخطة نفسها ننظر إلى ما قبل الخطة هي الفكرة الأساسية هل هذه الفكرة لأن أي فكرة هي عبارة عن حل لمشكلة معينة في مشكلة معينة أو أن استقطاب عملاء لفكرة جديدة هل هذه الفكرة رح تكون يعني مقبولة من قبل الناس فهو لازم يسوي في البدايات اللي هي فكرة المشروع ذي يعرضها على ناس اللي حوالينا أصدقاء بعض المستثمرين صغار نحن نتكلم عن أنجل أمبسترس إذا الفكرة هي مرحة فيها يبدأ الخطوة الثانية اللي هي هل هالمشروع ذي كشخص يقدر يبدأ فيه لأن فيها مصاريف أولية بعض الناس ما عندهم هذه المصاريف تكون موجودة فيختلف من رائد أعمال إلى شخص ثاني من ناحية وجود اللي هي المصاريف البداية اللي هي يحتاج حق يسوي مثلا بيزنس بلان خطة خطة المشروع يحتاج حق يتواصل معه مثلا مجموعة من رواد أعمال آخرين في أمارك مختلفة فيحتاج حق في البدايات أن يكون يقل مع أشخاص يأخذ ويعطي معاهم هي الأساس في هذه الفكرة أن الشخص هذا محتمل ما يكون عنده المصاريف البداية فيضطر أن يتكلم مع الانجل انفستر سنحن دائما نقول هو الأصحاب الفهم نسبة لهذه النقطة أنا أوافق الرأي اليوم الانجل انفستر إذا كان الواحد ويلده اليوم ثري وعنده هذا الانجل انفستر موجود أو القراءة الأقارب الأصدقاء ولكن اليوم من لديه وظيفة ويريد أن يبدأ مشروع دائما يتسألون هل نترك الوظيفة وننطلق في المشروع أو نبقي الوظيفة وننطلق في المشروع لهذه الحيرة اليوم برأيك لتمام الفكرة أساسنا تكون واضحة طبعا أي الانتربرينيون نحن نتكلم عنه محتمل يكون متو متخرج أو أن يكون موظف الفكرة الأساسية هي لو كان الشخص عنده عنده المصاري هاي ممكن يبدأ المشروع وهو حتى ممكن مثلا على موقع عمله ما يطلع منه طبعا كنصائح هنا دائما نعطي للناس لا تطلع من وظيفة اليوم لا تطلع من وظيفة ليش لأن أي مشروع نحن نتكلم على رأس الماء المخاطر المخاطرة هذه فيها عدة جوانب التي فيها بعض الأشياء التي ممكن تسوي عليها كنترول ممكن فكرة المشروع ممكن تحط لك استشاريين ممكن رأس الماء لتحصلها ممكن نتكلم حتى على أمور ثانية لا علاقة بالمشروع أسباب النجاح المنتج مقبول لكن محتمل في أشياء ثانية اللي هي نسميها دائما uncontrollable factors العوامل الليها خارجة عن إرادة الشخص هذه أنت ما تقلر تحطها جزء من الخطة أنها تكون تعطيك ضمانات فلازم تحط في الشخص بيسوي فايناشنال مودلينج حق المشروع لازم يحط الأمور هذه اللي هي الرسك الرسك الموجود الرسك عالي جدا في مراحل بداية المشروع فأخطر شيء أن الواحد يطلع وبالذات الشباب يعني كثيرين منهم تووا في بدايات الأربعينات يقول والله أنا حصت أوفر من الشركة مثلا وعطوني الباكيج هاي ممكن أطلع وسأل المشروع اليوم أي مشروع يتسوي يعني يحتاج حق مصاريف نتكلم على من خمسين ألف دولار إلى مئة ألف دولار عثنا إذا تشتغل فيها أبليكيشن المشاريع ليس أبليكيشن فقط فيها مصاريف ثانية صحيح فيها مشاريع حتى صناعية تحتاج حق مثلا خمسين ألف دولار وأكثر تحتاج لكابيتل كبير يس خيب دعني أسألك اليوم يعني أنت عملت مع الكثير من الستارتاب رأيت من فشل ومن نجح وبحسب بعض الإحصائيات بأنه خلال خمس سنوات تقريبا للستارتاب ثمانين إلى تسعين في المئة يفشلون يعني القليل جدا من يستمر ما هي الفورمولا اليوم التي تقول لك بأن هذه الشركة ستفشل هذه الشركة ستنجح عدة عوامل يعني أول شيء مثل ما قلنا الفكرة لازم تكون الفكرة هي لحل المشكلة معينة بعدين عندك الخطة اللي هي البيزنس بلان البيزنس بلان فيها جوانب كثيرة لازم يغطيها لازم يعرف عن السوق حجم السوق المستهدفة يعني فيه ناس مثلا أسباب الفشل الدراسة مالتها حتى قبل يبدأ المشروع أنه يستقطب مثلا يقول والله أنا السوق الحجم السوق اليوم مثلا حجمه حق المنتج مائة مليون وهو يروح يحط في الدراسة مائتين مليون المائة مليون الزيالة هذه إرور يعني فيه في بايس فالدراسة هي محور أساسي وأولي نقدر نقول حق أي مشروع أنه تقدر تقول والله المشروع قابل النجاح وقابل الفشل وأغلب البيزنس بلان هذه إذا ما كان فيها شخص مثلا دارس مجال البيزنس والإدارة مثلا يجي مهندس عنده فكرة ممتازة هو تكنولوجي تكنيكل بس ما أخذ عملية الاستثمار وعملية عمل الشركات فما عنده لا إدارة مثلا وما يفهم في أمور ثانية مثلا قانونية فإذا ما يشارك أحد معه ويدخل معه مثلا دائما نتكلم عن المشاريع الجديدة كنا فيها فاوندرز الفاوندرز هذه دائما تحصل واحد يكون فيه تكنيكل واحد يكون فيه فاينينشل واحد يفهم في الليجل واحد يكون عنده عوامل مكملة حق يعني نقول بداية نجاح الفكرة وليس المشروع فهاي من ضمن الدراسة من ضمنها أيضا عندك الرأس المال اليوم عقب كبير حق كثير من الستارتوبس اللي هو الرأس المال لأن أغلب يعني أو كل البنوك نتكلم عنها ما تعطي الستارتوبس اللي هي المصاريف الأولية لأنه دائما يطلبون اللي هي القارنتيز وليس موجودة أصلا ومش موجودة فلها السبب فرص كبيرة حتى حق الشركات التمويل أو شركات جديدة أو الفنتك اللي التأسس اليوم ممكن تغطيها الجانب وفيها يعني أفكار جديدة قوية ولها يعني ممكن فرص النجاح عندها كبيرة لكن أن البنوك صارت قوانينها قديمة ما تجددت ولكن فيها مثلا أقسام متخصصة في هذا المجال أن تساهم في دول اليوم الغرب وأمريكا عندهم محافظ التي هي سوفرين فانس تدخل في هذه المجالات بالفعل سيد عارف تهى وقت هذا البرنامج ولكن أريد منك نصيحة أخيرة وخصوصا لليوم من يريد البدء هذا المشوار كأنتربرنير أو رائد أعمال في الشرق الأوسط نصيحة الأساسية أن إذا كان شخص لم يدخل فيه يخوض في هذا المجال لازم يكون عنده جهة استشارية نتكلم على الشركات مهل تدقيق ممكن يكون معه يساهمون في عمل الدراسة معه بالذات هنتكلم على الأشخاص أول مرة يدخلون في هذا المجال فهذه مهم جدا وشيء ثاني اليوم فيها كثير من دول الخليج والدول العربية فيها الأكسلريتر والإنكيبيتر يعني أنا أنصح أغلب الناس يدخلون قبل يتسوي المشروع يدخل على الأقل يأخذ كورس فيه عندهم كورسات بسيطة حتى يوم أو يومين على الأقل يتعرف على فكرة المشروع وشنوه البنود اللي ممكن يشتغل فيها فهذه مهمة جدا أن الأكسلريتر إنه إنضم له والحمد للأصبح لدينا اليوم توفر كثير وخصوصا في دول الخليج وأنا أشكرك سيد عارف العلوي المدير التنفيذي لشركة دوباي كالتيفيت انفسما سلمت شكرا جزيلا أهلا وسهلا شكرا ومشاهدين أيضا نذكركم في موقع البريد الإلكتروني لشفرة المال شفرة المال cnbc arabia.com لأي اقتراحات أو أسئلة يمكنكم يرسلها على موقع شفرة المال ونلقاكم الأسبوع القادم في حلقة شديدة إلى اللقاء هذا البرنامج يأتيكم برعاية ATFX